موسيقى أخي الكريم سأل عدة أسئلة في سؤال بارك الله فيه قال ممكن أن نجعل المعيار إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه هذا المطلوب المطلوب يكون هذا المعيار الأساسي في اختيار الزوج أنا عندي بنت عندي أخت عندي كذا المعيار الأساسي أن يكون الشخص المتقدم لخطبتها مرضياً في خلقه ومرضياً في دينه الأشياء الأخرى بلا شكلها اعتبار لا نقول ملاجع اعتبار لكن هذا المعيار الرئيس مثلاً إذا كانت هذه الفتاة لم تعجب بشخصية هذا للإنسان المتقدم أو الخاطب المادية لم تعجب به حين رأته هيك مع أنه لا يعاب في دينه ولا يعاب في أخلاقه لكن لم تحب هذا النمط من الشخصية الشخصية وهي كله على بعض وهي كقالب مرتاح تشيله طبعاً هذا هو اعتباره المعيار الأساسي أنه من ترضون خلقه ودينه صحيح هذا كمعيار أساسي أحسن معيار بمعنى أنك إذا جعلت المعيار إذا أتاكم من ترضون جماله وماله أي والله ستدفع يعني إذا نقول ستشرب منك عانك والله غير تبكي الدم أنت زوجته وانت زوجته عشانه حلو وطويل ومهذب وقسيم ووسيم وفلوس سترى فيه طلع لك شخصية نرجسية هذا وارجيك الويل شخصية هستيرية وارجيك هنجوم الظهر كما يقال تستهل هذا المعيار والمصحيح ونفس الشيء كمان اززوجتها عشان جماله بس عشانها حلوة طب بحث عنها عن أسرتها عن أمها عن جدتها وعلى فكرة ليس فقط إقلب القدرة على أفوما بتطلع البنت الأمها وإقلب الولد على أفوز ويطلع إلى أبوما فيه نفس الشيء كما البنات في المطلق طبعاً ليس في كل حالة حالة لكن هذه القاعدة في الإعلان لأنه حتى بلغة علم النفس متوحد التماهي البنت الصغيرة تتماهى بأمها والولد الذكر الصغير يتماهى بأبيه فكما البنت صورة من أمها الولد صورة من أبيه فعشانك لما تزوج أنت انظر إلى الأصل جاء يطلب منك بعدين أخي قال شيء جميل جداً قال هوب وشوف أنه قد يكون سبب الطلاق من أسباب الطلاق لا يوجد حاجة من أسباب الطلاق من أسباب الطلاق أنه الزواج في الأصل مقامش على حب مئة في المئة أنا أبصم معك بالعشرين ليس بالعشرة مئة في المئة وهذا يذكره علماء الاجتماع وعلماء النفس وبقوله لذلك موضوع الطلاق وبقوله كثير نسبياً طبعاً من حالات الطلاق إنما تكون وتنجر عن حقيقة أن الزواج تم باستعجال لم يتم باختيار حقيقي أملته قناعات مدروسة أملته مشاعر واضحة أبداً إنما لضرورات أخرى أن العمر تقدم كبيرت خلصت المجستير سابعة وعشرين سنة لا لم تتزوج أنا أيضاً كابنت كبيرت سابعة وعشرين سنة بابور بفوت للقطار يخرب بيتها القطار بفوت كثيراً هذا عجل يلاً لبسها في أي واحد خلاص كنت بدأت بوري تعنزي تأخذ مسكينة واحد ليس في البداية وهو نفس الشيء أي واحدة عشان القطار قلت لك قطار في النمس القطارات هذه عشان الإلحاح الجنسي الخاصة في مجتمعات اليوم لا أقول لك مجتمعات غربية إنسى الغرب كالشرق اليوم لا أحد يقول للغرب الغرب كالشرق في ظل النت والسفالة العالمية هذه أصبح الغرب كالشرق بل الشرق أشقى من الغرب في هذا الباب صح أو لا؟ صار فيه إلحاح رهيب للعامل الغرزي للعامل الجنسي على الشباب بالذات وأقل من هذا بكثير طبعاً النساء علمياً أو البنات يعني فإلحاح هذا لا بيستعجل كمان وأي حاجة ومشي حالك لا غلط أو لدواعي اجتماعية لأنه مش قادر يعمل بيت لازم ينضم إليه الطرف الثاني عشان ما هيّتها هي وما هيّته هو يعني مرتبها مرتبه نقدر نعمل بيت ونتزوج ونجيب أولاد فبتزوج واحدة فقط أنها عند شهادة وعندها عمل مش مغطانع بها كثير مش مشكلة أصلها أفاصلها كذا على السريع كل هذا غلط كل الزيجات اللي بتبدأ بمثل هذه الخيارات البتراء مرشحة أكثر من غيرها إنها تنتهي بإخفاق وبفشل بخلاف الزواج اللي بتكون عن قناعة حقيقية ومدروسة لذلك أنا بقول فترة الخطبة لا ينبغي أن تكون قصيرة خاطفة كما لا ينبغي أن تتمادى جداً ليس خطبة ستة سنية وسبعة سنية كلام فرق هذا لكن بصراحة سنتين وثلاث سنوات برضو معقول سنتين ثلاث سنوات خطبة بالشروط الشرعية وتطلع معها ويطلع معها مع طرف ثالث من غير خلوة وحتى لو طلعوا لحالهم لكن من غير خلوة في المجتمع ضروري ومهم جداً جداً تقترب منه يقترب منها تعرف تفكيره لأنه على فكرة التمثيل كالكذب حبله قصير ولا ذاكرة له يعني سيمثل على شهرين ثلاثة أربعة خمسة عهدي بعد سنية الشغف يخف ولا مصحيح تبقى الحميمية إن كان في حميميات تعلق روحاني حقيقي وهذا الفرق بين الحب والحب الرومانسي الذي يدمر الشباب والشبات أوهام الحب الرومانسي حب الحب الأفراطوني هذا الرومانسي ما هو الحب الرومانسي هذا؟ الحب الرومانسي حب بصراحة فيه شغف وشغف غرزي أكثر شيء بصراحة شغف غرزي أه تواصل الجثماني يمليه ويحفزه ويحركه لكن دون إيش؟ دون قرار ودون رغبة في الالتزام لا يوجد التزامات حقيقية الحب الناضج الذي يريدنا إعينا لأولادنا وبناتنا حب ليس رومانسي حب ملتزم فيه شغف أهل وسهل فيه حميمية حقيقية بعد ذلك فيه نضج وفيه وعي بالمسؤوليات فيه التزام فيه قصد كبير ليس حكاية تزوجه خلاص لا عالم الالتزامات أنا واعي بكل الالتزاماتي هذه ومستعد إليها بإذن الله تعالى صح أو لا؟ أنت لا تخش على امتحان هيك تأخذ أهبتك والحياة الزوجية أكبر امتحان وأصعب امتحان وأطول امتحان على فكرة وأنا بعتبر بصراحة مثل النجاح في الصداقات الدائمة معيار لنجاح الشخصية أهم منه كمعيار الزواج الدائم